بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حضرت سيدنا رسول الله وعلى عليه وصحبه يا جميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب الخير جميع. الحالات اللي فاتت هتكلمنا عن تمهيض بسيطة عن جملة فوف وبعدها هتكلمنا عن فور ان. المرات هيكون العنوان يا جميع افرض معي مسلا ان ده عبارة عن. الوبجيكت ده بنحط في حاجات كتير مختلفة. ولنفرض الحاجات اللي باللون الاحمر ديته يا جماعة مسلا يعني. كل اللي باللون الاحمر ده عبارة عن. ارقام. اوكي? ام الحاجات مسلا اللي باللون الازرق يا جماعة. ديت مسلا عبارة عن. نصوص. ام الحاجات اللي باللون الورنج دي. هنخليها. مسلا. بوليان. ام مرة ناخد داتا طيب تاني. نخليها الحاجات ديت اللي باللون الاخضر. ام مسلا الري. ام يعني امور مختلفة الوبجيكت ممكن يشيل. انت عارف كده كويس. انو بيشيل داتا طايبز والكلام ديت. المفهول المهم انو ما يكونو ايه؟ related ببعض. الداة ديت بتكون related ببعض. انا بنا. عايز. اطلع. القيم. اللي من نوع واحد بس. inside object. اعمل الكلام ده ازاي. يعني انا مسلا عايز لف على ايه؟ او ده اللي هايحصل بالزبط يعني. عايز لف على كل القيم اللي موجودة جوه. אל object دا واحد 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 واحد. واروح مسلا ايه؟ عايز اطلع كل النمبر ذي اللي موجودين. فايه؟ اخر لي النتجة يباره عن مسلا النمبر دا. والنمبر دا. والنمبر دا. والنمبر دا. بنفس الت teeth. اعمل كده ازاي؟ ده civiliansравля. نحن نحاول نجاوب عليه باستخدام for n طيب نيجي مثلا على التطبيق ونعمل ايه؟ repeat reload هنعمل for all ده الobject ودهتها شمع هنحاول نحط فيه different that types مثلا x هنخلي رقم واحد y هنخلي رقم اثنين طيب كمع z هنخلي رقم ثلاثة كده معنا بلاش ثلاثة جمع خلونا رقمين z هنخلي string ونحط في كلمة str تمام؟ اوكي ناخد الكمى ونقول مثلا h ده هنديله يا جماعة true قيمة بوليان حلو ناخد الكمى ونقول مثلا q ده هنديله n a n نقطة number اوكي جميل ناخد الكمى كده معنا بوليان ومعنا string ومعنا number ري ماشي ناخد w وده هيكون عبارة عن ري ري ده فيها نصر واحد كمى اثنين كمى ثلاثة في ثلاثة عناصر نطة number كفاية ري ماشي ما في مشكلة كده كويس نهم ال int ولو نقول له مثلا o enter هيديلي كل القيام بتاع البتاع هو طبعا مرتبهم عنده بوليان وبعدين non وبعدين دخل على الري المهمة ايناكم بدا ده ده ال object بتاعي حلو الكلام جميل المرادين هنه ممكن يكون هم مره اللي فاتت استخدمنا جملة var مع var يقبل اللي احنا نويين نسند له القيام جوه ال object ها بره ال object المرادين هنحاول نستخدمها inside بداخل object يعني هقول له ايه يا جماعي for وافتح البنت نسيز واكفلها تمام وجوابك هنا يا جماعي انا ممكن استخدم declaration بجملة var يعني ممكن اقول var ولنفرد مثلا انا هسمي العنصر تبعي j تمام انا هعرف متغير المتغير ده اسمه j وهقول له ايه اسم ال object بتاعي o حلو الكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني انا عايز اعمل repeat لكل العناصر اللي موجودة في ال object مع كل اتريشن مع كل تكرار كل مرة الجي ياخد ترتيب عنصر في القيمة يعني مع التكرار الاولاني الجي هياخد اول قيمة في ال object يعني الجي هياخد قيمة الاكس التكرار التاني الجي هياخد القيمة التانية يعني هياخد قيمة الواي التكرار التالت الجي هياخد القيمة الثالثة في ال object يعني هياخد قيمة الزل وهكذا. ده معنى السطر الجميل ده. انا عايز اقول له بص يا زيدي. انا عملت كده اللو. يعني انا عملت الجميل. ايه بجني ايه. اني استخدم انا عايز اشط عليه اني اطلع ايه جماعة. اني اطلع مثلا القيم. خلينا انا يمتق بالارقام. عايز اطلع النامبرز بس. اوكي. فهقول له ايه. انا عايز اجيبها ازاي. هقول له ايه. لما. هفتح بدا وعشان ايه. اخلص القصص بعد. اف. انت عايزي. انا عايز والله اقول له. لما يكون. الطيب. الطيب اوف. لما يكون نوع. وطيب اوف بتاخد بالنفسس. ها. لما يكون نوع ايه بالزبط. ها. لما يكون نوع ايه. لما يكون نوع. الجي. اللي هو عبارة عن ايه. اللي هو عبارة عن او. وجوه منه جي. ها. اللي هو لما يكون نوع. الداتا اللي واخدها الجي اللي هي موجودة جوه الابجيكت او ها الفارياب والجي لما يكون نوع الداتا دي مالو اي شمعه لما يكون مساوي ها عملت اثنين مساوي مساوي ايه وهكتب القيمة بتاعي مساوي ايه ابدأ بايه ابدأ بيه المنبر تمام اللي يحصل بجا هقوله اكتب لي الداتا نفسها تمام يبقى وافتح واكفر له ايه ايه هقول له اكتب لي قيم الداتا فهقول له برضو او مع اي انا عندي اي او مع الجي يا ربي او مع الجي حلو انا عايز الجي لي بس بدخل جوه الابجيكت ادي الجي وهو عمل انتر فراح طلع لي واحد واثنين يعني هو طلع لي كل القيم اللي فيها ارقام داخل ها القيم اللي فيها ارقام داخل الابجيكت ده اكتب عليك ان في اري فيها ارقام طيب احنا يعني هيجي الحديث عنها على سريزي يعني احنا اقتر من حلقة بس خلينا بس ناخد الكنسبت النهاردة بتاع مفهوم حلقة اليوم يعني ايه اللي حصل يا جماعة انت بعد ما عرفت المتغير الاسم اي وقولت القصة دي بتاعت الاتريت قلت الوبوسيا سيدي دور لي على طيب اوفي الجي حلو ايه والطيب اوف نوعه يعني مع كل انت ما انت عندك القصة ديت فمش ده اوبجيكت فانت لازم انت تورس الخاصية بتاعه في كل مرة جميل خلصة هو هيبدأ باول حالة اول حالة لو او هتكون عبارة عن واحد ففي الحالة دي او دي عبارة عن واحد طيب الطيب بتاع الواحد ده نمبر اه بحاجز الشرط اكتب لي نوعه او اكتبهولي هو فراح كتب لي واحد نزل على التاني ربيت التاني غير او انت بتقول له انت مستخدم جيه ان او فيجيب لك في الاتريت التاني هياخد القيمة التاني العنصر بترتيبه اتنين في الابجيكت تبعها عن واي فهايعوض عن جيب واي ويشيل واي يحط مكانها اتنين طيب اوف اتنين بيسوي النمبر اه اكتبهولي فكتب لك اتنين دخل على عنصر الثالث زد عوض عن جيب زد بص على زد اه جلت كده قيمتها بس تي اي طيب اوف زد ايكوال تو نمبر بيسوي النمبر لا ما تكتبش حاجه انا مش عامل الثاني مش عامل اي حاجه فجميل وبعدين راه هدخل عند القيمة ان اي ان ورح كتب لك رخم لان احنا عرفين لو انا قلت له سبب ان احنا تكلمنا عن القصة دي قبل كده لو انا قلت له طيب او ان اي ان طيب اوف ان ان هيقولي نمبر يعني الداتا طيب اللي هي من نوع ان ان فهو في بقاله يعني جواب اسكريبت في بقالها داتا طيب بتاع ان ان هي ان هي عبارة عن نمبر وان كانت ان ان مش عبارة عن نمبر يعني هو اوصل نوطة نمبر بس داتا طيب في جلب تشوف اسكريبت هي بتفهم ان 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 ده نوعه نوعه ككلمة محجوزة انها عبارة عن نمبر وانحنا تكلمنا في القصة دي قبل كده داتا بالنسبة للمثالما فاللو انا اكررت نفس السيناريو يا شمع وقلت له لها مرة انا مش عايزها ايه انا مش عايزها نمبر انا اغير داتا وخليها سترينج وانزل وعمل انتر فهي روح يجيب لي السترينج السترينج اللي هنا مفيش غير كلمة اس تي ار بس وهي هي اللي فيها الكيورد سترينج مفيش حاجة تاني فيها الكلام داتا يا جمع تمام كده ده بالنسبة لو انا جربتها مرة تاني ما قلت له انا مش عايز سترينج انا عايز ايه انا عايزها بوليا مع القيم بوليا وعملت انتر هروح يجيب لي انت عندي قيمة واحدة بس اللي هي ترو اه واحدة ده بالن انا لو انا قلت له اني جربها كده نقول مثلا اه نقول له اوبجكت تمام وانا مت انتر فهيطلع لي الاري وانت عارف ان الاري عبارة عن اوبجكت انا فهمين كده كويس الاري عبارة عن اوبجكت بتكون عبارة عن اوبجكت انا مش عايز اكتب لها اكتب لها انا ممكن اكتب لها طيب اوف ويعني انت عارفت القضية ديت لو انا عرفت الاري وطيب لها طيب اوف الاري دي حتى الارت اوبجكت من كلام ده انتكلمنا فيه اني كده ده بالنسبة لي الاستخدام بتاع المرح فجد كده اني اشيك اقلع ونوع معين من الواحد داتا داخل اوبجكت معين باستخدام جملة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله يدعوه وبركاته